من الجبال الشاهقات على المدى تخشعنا عند تلاوة القرآن فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما ما أسعد الحفاظ في الأزمان المتسابق بلال فاروق محمد مرشح مجمع لوساكا الإسلامي في زامبيا السؤال الأول اقرأ من قوله تعالى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم مؤمنين يخالعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمنى الناس قالوا أنؤمن كما آمنى السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون سم مكم عمي فهم لا يرجعون حسبك السؤال الثاني اقرأ من قوله تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا في الآخرة اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ويكلم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهن وكهلا ومن الصالحين قالت ربي أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمة والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم مما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية للمؤمنين إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم السؤال الآخر اقرأ من قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجزبه ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا من من أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون وترغبون أن تنجحوهن والمستضعفين من الولان وأن تقوموا لليتاما بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما حسب إنهال الشاهقات على المدى تخشعنا عند تلاوة القرآن فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما ما أسعد الحفاظ في الأزمان إن الجمال شامع